بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طورت مجموعة من الشركات الدفاعية التركية لغما بحريا موجها عبر إدماج مجموعة من التقنيات العسكرية ويمكن إطلاقه من مسافات بعيدة وتمييز أهداف العدو والصديق وتجنب الردارات الجوية والسونارات البحرية لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية من المقرر أن يشهد معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية بنسخته السادسة عشرة والمزمع تنظيمه بين 25 و 28 يوليو تموز الجاري عرض عدد من التقنيات العسكرية التي جرى تطويرها بجهود محلية تركيا ومن أهم الذخائر المتوقع عرضها اللغم البحري الموجه أوتشا الذي جرى تطويره بجهود ذاتية وتعاون ما بين شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية وشركة كوتش للصناعات الدفاعية بالإضافة إلى معهد أبحاث الصناعات الدفاعية التابع لمجلس توبيتاك وتقوم فكرة مشروع أوتشا على إدماج مجموعة من التقنيات العسكرية الخاصة بالتوجيه والتهديف على مجموعة التوجيه الذكية لتحويلها إلى لغم بحري هجومي ذكي ومن الممكن إطلاق نظام أوتشا من خلال الطائرات الحربية أو المسيرات الهجومية إذ تمكنه خصائصه ومميزاته من تلغيم مداخل المقرات والقواعد البحرية للعدو دون خطر الاقترب منها ويأتي هذا المشروع استكمالا لحالة التقدم التي تشهدها الصناعات الدفاعية وتحديدا في إنتاج مجموعات القنابل الذكية ليكون مرشحا لأن يصبح أول لغم بحري ذكي بعيد المدى على مستوى العالم ومن المتوقع أن يطلق اللغم البحري الذكي أوتشا من الطائرات التي لها القدرة على حمل القنابل الذكية كطائرة F-16 وF-4 والمسيرة الهجومية بيرقدار وأكنجي ومن أجل تجنب الدفاعات الجوية على المستوى المتوسط والمنخفض سوف يجري إطلاق أوتشا من ارتفاعات عالية وعلى سرعات مختلفة ليكمل مسيرته شراعيا نحو نقطة التلغيم متجنبا الرادارات الجوية بفضل طلائه المميز الذي يمكنه كذلك من امتصاص الموجات الصوتية للسونار البحري ليمكث في البحر في انتظار الانقضاض على الهدف ويمكن لأتشا تصنيف وتمييز الأهداف وفقا لبصماتها الصوتية والمغناطيسية وضغطها في الماء وبفضل نظام التعرف على الأصدقاء فإنه سيكون قادرا على التفريق ما بين أهداف الأصدقاء والأعداء عبر إدماج مجموعة من المستشعرات الذكية ومن المتوقع إجراء التجارب الأولى على اللغم أتشا بحلول نهاية العام بعد الانتهاء من عملية التطوير وقد استفاد المشروع من الخبرات والتقنيات التي جرى تطويرها خلال مشروع ملغم لإنتاج الألغام الذكية الذي جرى بدء العمل عليه سابقا في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا لإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة